شفنا أنه في حملات تحسيسية في هذه المنطقة من أجل تحسيسهم بوجود قانون التعاونية الفلاحية بالنسبة لانضمام النساء في عدة نشاطات أو نشاط بمجموعة من أجل انخراط في مسعى الإنتاج الوطني فيه برامج المرافقة والتكوين وأيضا فيه تحسيس بالنسبة لآليات دعم الدولة على مستوى وزارة المؤسسات الصغيرة على مستوى وزارة الفلاحة لأننا نعمل في إطار التضامن الحكومي من أجل دعم انخراطها الحقيقي في مجال التنمية الاقتصادية